جورنال لنهار اليوم الأحد السادس من شهر سبتمبر 2015 الموافق للتاني والعشرين من ذو القعدة الموافق لسنة 1436 إذن كالعادة إطلالة على مختلف مجاة في صحفنا الصادرة لنهار اليوم الحديث كل الحديث في صحف عن الدخول المدرسي المرتقب خلال هذه الصبيحة وكذلك عن قضايا أخرى قضايا اقتصادية هم البلد قضايا أمنية وقضايا سياسية أخرى وحتى قطاع السكن الذي أخذ نصيبا هاما من مختلف إصدارات صحفنا اليوم الحديث عن برنامج عدل 2 وكذلك عن اختيار مكتب عدل 2001 و2002 عن أماكن سكنتهم في مختلف الولايات على كل كإطلال سريع عبر عدد من الصحف النهار التي تحدثت عن القرار الذي يخص ترقية وزيادات في أجور موظفي الإدارات العمومية ونقلت على لسان وزير الداخلية نوردين بدوي قوله سنحاسبكم على أموال الدولة في حديثه للمسؤولين توعد أقول الولاد ورؤساء الضوائر كذلك موضوع آخر 800 ألف دولار لاستيراد لحوم الحلوف في الجزائر سنعود بالتفصيل لهذه القضية بعد لحظات حول قطاع السكن الأحداث التي كتبت فوضى واتهامات تضرب مصداقية عدل في أول يوم من اختيار المواقع البلاد فضلت أن تكتب 40 ألف مكتب معنيون باختيار مواقع السكنات ومكتب عدل واحد قضوا ليلة بيضاء بعد تعطل الموقع عدة مرات وقت الجزائر التي عنونت عدل تصدم مكتب 2001 و2002 وقالت أن هنا قلق وفوضى سادة عملية اختيار المواقع السكنية في يومها الأولى الحياة فضلت أن تكتب عن مؤسسة سونطراك وقالت تقرير خطير على مكتب وزير الطاقة صالح خبري سونطراك في أزمة مالية خانقة نقرأ عليكم من الفجر رمضان العيد العطلة والدخول المدرسي ربعية تقصف جيوب الجزائريين الأخبار التي كتبت الأولياء في مواجهة الخطر أقلام على شكل السيجار الكوبي تغزو الأسواق الجزائرية النصر التي كتبت في شأن صناعي مركب الجرارات بخصنطينة يخطط لاقتحام السوق العالمية والأسواق الجرية التي فضلت أن تكتب عن تأجيل اجتماع اللجنة المركزية للأفلان وقالت أن الاجتماع مرتقب بداية شهر أكتوبر وعنونت كذلك في صدر صفحتها الأولى دائماً الأسواق الجرية رغم تصريحات سلال الحرس البلدي يحضرون لمسيرتهم ونقرأ لكم من الصوت الآخر في شأن أمني مصارح الأمن تعتمد على اعتماد خطة لمحاصرة الأفكار المتطرفة خلايا مشبوهة تتحرك في المساجد إذن مشاهدين إلى معرض الصحف التفصيلي لنهار اليوم بداية إذن من جريدة النهار التي كتبت ترقيات وزيادات في أجور موظفي الإدارات العومية كما نشاهد على الشاشة في تفاصيل هذا الموضوع إذن أدرجت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري رتباً جديدة في الترقية في الإدارات العمومية حيث تمت إضافة صفات جديدة إلى الرتب الإداري المختلفة وذلك من أجل ترقية الموظفين الحاملين لشهادات الليسونس والمستار وشهادات الدراسات الجمعية وتصنيفهم في السنفي 13 و11 الذين يثبتون عشر سنوات خدمة فعلية في المنصب حيث من المنتظر أن يترتب عن ذلك أثر مالي يمنحك زيادات جديدة في الأجور وطلبت القطاعات الوزرية من مصارحها موافاتها بقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط لتحديد الأثر المالي وإدماجهم في الرتب المقترح استحداتها والتي من بينها رتبة متصرف محلل المتصرفين الذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية للموظفين الحائزين على شهادة مستار أو شهادة لسونس أو شهادة قولة تدرج في تخصصات الشعب الإدارية المطلوبة إلى عنوان آخر نقرأه عليكم من جديدة النهار حسب أقوال وزير داخلية والجماعات المحلية نوردين بدوي سنحاسبكم على أموال الدولة وبالدوره هكذا قال إذن وجه وزير داخلية والجماعات المحلية نوردين بدوي تعليمات صارمة للولات ورؤساء الدوائر لترشيد النفقات وخلق الطروة وتوعد بدوي أمس خلال اجتماعه بمديرين مركزيين ومستشارين بالوزارة بالقول أي مسؤول محلي أو مركزي تعطى له أموال سيحاسب عليها بالسنتيم وطلب بدوي ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر بترشيد النفقات وخلق الطروة وتوعد المسؤولين المحليين والمركزيين الذين يعملون بالطريقة التقليدية التي ترتكز على انتظار هؤلاء لأموال ودعم الدولة من دون إنتاج وعد من أسماهم بالمجتهدين بمكافأة ومرر بدوي خلال اجتماعه تعليمات صارمة بمحاسبة كل المسؤولين عن تبديد المال العمومية عنوان آخر من جريدة النهار تسعة ألاف مكتب في عدل اختاروا مواقعهم وعين المالحة في المرتبة الأولى استطاع إذن أكثر من تسعة ألاف مكتب لعدل واحد من المسجلين في 2001 وحينوا ملفاتهم في 2013 استطاعوا اختيار المواقع السكنية عبر الموقع الإلكتروني لعدل والذي تم فتحه أمس في حين سجل دخول حوالي المليوني متصفح للموقع منهم خمسة ألاف محاولة قرصنة وتعطيل لهذا الموقع وحسب ما تم تسريبه للنهار من غرفة العمليات الخاصة باستقبال خيارات مكتب عدل واحد والتي كانت مخصصة في الوهلة الأولى للمحينين الأوائل من مسجلي 2001 فإن تسعة ألاف مكتب استطاع أن يختار موقع مسكنه أمس من بين حوالي اثنين مليون متصفح حاول أمس الدخول إلى الموقع مشيرا إلى أن هؤلاء التسعة ألاف كانوا من بين الأوائل الذين حينوا ملفاتهم مما منحهم الأولوية في اختيار موقع مسكنهم حسب ما تم التطرق إليه خلال تحضير العملية وضحا ذات المصدر لجريدة النهار الوقت ذاتها أن باقي المكتبين سيسجلون تباعا حسب دور كل واحد منهم كاشفا أن كل المكتبين سيدخلون إلى قائمة الخيارات من دون استثناء مع الذين تم إقصاؤهم طبعا لسبب استفادتهم من إعانات الدولة في السكتة آخر عنوان نقرأه عليكم من جريدة النهار 800 ألف دولار لاستراد لحوم الحلوف أكرمكم وظلح في التفاصيل في تجاوز خطير وفي فضيحة فجرها المركز الوطني للإعلام والإحصائية كنيسة تابع للمديرية العامة للجمارك تقول النهار تخلفت العراف المتفق عليها والمبادئ المعمول بها في الجزائر وراحت أطراف لم يتم الكشف عن هويتها بعد تستورد لحوم الخنزير وبعض المنتجات المصنوعة من جلد هذا الحيوان وتدخلها إلى الجزائر وفجر النائب المجلس الشعبي الوطني نخضر بن خلاف عن حزب العدالة والتنمية في تصريح خاص به النهار فضيحة مدوية تمثلت في رصد مبلغ مالي معتبر قدرة بـ 800 ألف دولار من طرف جماعات مافياوية خرقت القوانين وتحدت السلطات لاستراض لحم وكبد الخنزير ومنتجات مصنوعة من شعر عبارة عن فرشات للحلاقة وأخرى ليدهن من عدة دول على غرار كوريا والهند والبوسنة وبلجيكا وذلك خلال السنة الماضية مؤكدا على أن الفضيحة هذه لن يتم السكوت عنها وستكون موضوع يوم برلماني سينظم الأيام المقبلة يحضره ممثلون عن الجهات المعنية كما ستطرح على الوزير الأول عبد المالك سلال في شكل سؤال شفوي للتحقيق في القضية وفضح من كان وراءها وتطرح أيضا على عدة وزراء معنيين أسئلة بما في ذلك عبد الرحمن بن خالفة وزير المالية ونظره للتجارة بغتي سحوان أو بغتي بلعايد تقول النهار إلى جريدة الخبر الآن التي عنونت الحكومة تقرر منع استعمال الألعاب النارية نهائيا في التفاصيل إذن قررت الحكومة سن قانون ردعي يمنع الألعاب النارية في المدارس والطرقات وحتى الشوارع وقالت الخبر أنه تم فرض وسيتم فرض عقوبات صارمة ضد مستعمليها أو مستورديها حيث تتجه الحكومة نحو تحضير قانون صارم خاصة بعد أن عرفت الظاهرة في الأعوام الأخيرة تزامنا مع موسم الأفرح والأعراس استعمالات مفرطة للألعاب النارية ووصلت إلى حد قيام التلاميذ في المدارس بالاحتفالات بها وفدت مصادر مطلعة للخبر بأن القانون قيد التحضير بالتنسيق بين وزارتين الداخلية والتجارة سيلح على منع صنع وتزويد وكذلك خزن وترويج الألعاب النارية وفي انتظار ذلك ستعمل مصالح الأمن المختصة في جميع مناطق الوطن على تنظيم حملات بمنع بيع الألعاب النارية وتفتيش أماكن بيعها وتخزينها مع حجزها أيضا وإحالة أصحابها على العدالة إلى عنوان آخر من جريدة الخبر صناعة الجزائرية لا تسر الناظرين لا تزال آثار إزالة التصنيع التي عرفتها الجزائر جراء السياسات المعتبدة من قبل الحكومات المتعاقبة بارزة بدليل أن دخ ملايير الدنارات في عمليات التطهير وإعادة الرسملة لم يساهم في استفاقة القطاع الصناعي الذي كان يمثل في بداية السبعينيات خمسة عشر في المئة من الناتج المحلي الخام ويمثل حاليا خمسة في المئة فقط من الناتج استنادا إلى دراسات الدوان الوطني للإحصائيات تقول الخبر بين النشاط الصناعي العمومي سجل تراجعا محسوسا منذ بداية السنة الحالية فيما ظل مستقرا بنسبة القطاع الخاص الملاحظ أن الصناع الجزائرية لا تزال رهينة واردات الخارج من المدخلات والمواد الأولية بنسبة 60 إلى 70% إلى يومية وقت الجزائر التي كتبت عدل تصدم مكتتبي 2001 و2002 في التفاصيل إذن تجمع أمس العشرات من مكتتبي عدل لسنتي 2001 و2002 أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بسعيد حمدين الواقع بأعلى العاصمة بعدما فشلت كل محاولاتهم للولوج إلى التطبيق الخاص الذي وضعته وكالة عدل على موقعها الإلكتروني ابتداء من يوم أمس لتمكينه من اختيار مواقع سكناتهم وسط غياب تام لسياسة اتصالية واضحة المعالم من طرف مسؤولية الوكالة بحسب ما عبر عنه العديد من المكتبين ليومية وقت الجزائر عنوان آخر نقره عليكم من وقت الجزائر أقلم تلوين بشكل مكياج وكراريس سبونج بوب وشاندرشيب لإغراء المتمدرسين في التفاصيل إذن مع بدء العام الدراسية الجديد عادت ظاهرة المعاناة وكذلك الأعباء التي تتحملها العائلات في الإنفاق المطلوب على الأدوات المدرسية وعادت من جديد ظاهرة التباهي بأشكال وأنواع الأدوات المدرسية وعادت كذلك ظاهرة اختيار أنواع معينة من الأدوات التي اتخذت هذه السنة أشكالا كثيرة تتعدد بين شخصية كارتونية وأخرى شبهها بأدوات المكياج والمسدسات المتجول في أسواق الأغواط هذه الأيام لا ريب في أنه سيلاحظ الأشكال المميزة هذه السنة للأدوات المدرسية التي عمد إليها المنتجون والتجار من أجل تحقيق أكبر قدر من المبيعات وبتالي إغراء التلاميذ بها حتى يضغطوا على أوليائهم ليشتروها لهم وبأتمان تزيد عن الأدوات العادية البسيطة التي لا تحمل أي شكل مميز أدوات غير تربوية على شكل لعب وأخرى تشبه المكياج تقول وقت الجزائر ما يلفت الانتباه في الدخول المدرسية الجديد أشكال ورموز الأدوات المدرسية التي يبدو أنها بعيدة كل البعد عن مجال التربية والتعليم إلى جريدة البلاد نقرأ عليكم هذا العنوان بكالوريا 2016 خلال شهر رمضان تراجعت إذن وزارة التربية الوطنية عن قرار إلغاء شهادة التعليم الإبتدائي الموسم الدراسي الجديد 2015-2016 وأكدت أنه من المستحيل إلغاءها أقول باعتبارها موجودة بنص رسمي في القانون التوجيهي للتربية وأكدت الوصاية تقول البلاد مقابل ذلك أن امتحانات شهادة البكالوريا ستكون خلال شهر رمضان المبارك هذه السنة إلى جريدة الشعب التي عنونت أزيد من ثمانية ملايين تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة يلتحق اليوم أزيد من ثمانية ملايين تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة ابتداء متوسط وثانوي بمقاعد الدراسة عبر كامل التراب الوطني يؤطرهم أكثر من أربعمائة ألف أستاذ وسيكون الدرسة الافتتاحية تضامن بكل أبعاده وتعطي وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط إشارة الانتلاف الرسمية للدخول المدرسي 2015-2016 من ولاية سكيكدا كما سيتم التركيز هذه السنة على انتهاج أسلوب الترشيد والعقلنة في تسيير واستعمال الموارد المادية والبشرية في ظرف صعب يميزه تراجع أسعار البترول مشاهدين نتقل بكم إلى صحفنا ناطقة بلغة فرنسية البداية مع الأسواق الضالجينية التي عنونت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني تؤجل اجتماعها إلى بداية أكتوبر في التفاصيل إذن تحدثت الأسواق في مقالها أنه كان من المقرر يوم الجمعة الثامن عشر سبتمبر عقد اجتماع للجنة المركزية للأفلان إلا أنه تم تأجيل اجتماع الدورة الأولى هذه إلى بداية شهر أكتوبر من خلال مصادرها الموطوقة تقول سواد داخل الحزب قد تم اتخاذ هذا القرار يوم أمس السبب من قبل الأمين العام عمار سعداني وسبب هذا التأخير ليس له علاقة لا بالسياسة أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي أو حتى النظام الأساسي للحزب ببساطة اضطر الأمين العام لتأجيل الاجتماع لأداء فريضة الحج وبالتالي لن يعود إلى أرض الوطن إلا ما بعد عيد الأضحى المباركة إلى صحيفة لوريزون التي عنونت جواز السفر البيومتري يصدر وقول غدا من البلدية هكذا كان العنوان في التفاصيل إذن جاء في مقالها أنه والي الجزائر العاصمة سيشرف على انطلاق لإصدار جوازات السفر البيومترية من البلدية ذلك ما أعلن عنه أمس عبدالقادر زوخ في اجتماع مع الممثلين المنتخبين المجلس الشعبي الولائي الولاة المندوبين ورؤساء البلديات السبعة والخمسين للعاصمة وكذلك المديرين التنفيذيين إذ يمكن للمواطنين إصداروا جوازات سفرهم من أي بلدية حتى لو كانوا لا يقيمون بها وبالنسبة لشهادة السوابق العدلية فالمواطن لم يعد عليها التنقل إلى المحكمة فعن طريق توقيعه الإلكتروني فقط الملف يتلقاه بمنزله هذه هي بعض التدابير المتخذة لمكافحة البيروقراطية تقول لوريزون من جهة وتقريب المواطنين للإدارة من جهة أخرى إلى الصحف المحلية البداية من غرب الوطن صحيفة صوت الغرب التي عنونت سيناريو الفيضانات يهدد بإغراق شوارع وهران في تفاصيل هذا العنوان تعرف مختلف عمليات تنظيف البلوعات والمجاري المائية تأخرا كبيرا مع اقتراب نهاية فصل الصيف وترقب دخول فصل الخريف الذي يعرف تقلبات جوية تنتهي بسقوط أمطار غزيرة كانت قد تسببت خلال السنوات الماضية في فيضانات بعدة مناطق بوهران على غرار بلدية سيدي الشحمي ومسرغين وحتى العديد من أحياء هران غرقتها مياه الأمطار بسبب عدم انطلاق رؤساء المجالس الشعبية في هذه العملية تنظيف البلوعات تقول صوت الغرب إلى النصر التي عنونت اندلاع عشرة حرائق مهولة عبر أربع بلديات بغبات وأدغال الطارف في التفاصيل سجلت ولاية الطارف خلال 24 ساعة الماضية اندلاع عشرة حرائق مهولة عبر بلديات الذرعان بن مهيدي بوثلجة والطارف أتت على مساحة تناهز 90 كيلوم أو 90 هكتار من الثروة الغابية الألغال والأحراش ومن دون تسجيل أي خسائر بشرية أو هلاكة الثروة الحيوانية وهذا بفضل سرعة تدخل فرق الإنقاذ الحماية المدنية وأعوان الغابات الذين واجهوا صعوبات كبيرة لتطبيق هذه الحرائق ومنع انتشار ألسنة اللهب نحو المساحات الغابية الأخرى خصوصا الفضاءات الغابية القريبة من حزام الحضير الوطني للقالة وما تحوزه من مكونات بيئية وطبيعية نادرة تقول النصر هي العملية التي سخرت لها أو سخرت لها قول المصالح المعنية إمكانية مادية وبشرية معتبرة تحت متابعة ميدانية لمديرية الغابات والحماية المدنية مشاهدين أصل بكم الآن إلى تصريح اليوم هو لوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون الذي قال أن دفع الشطر الثاني من قيمة المسكن في إطار هذا البرنامج برنامج عدل الاثنين سيتم وزاة مع تسليم شهادات الاستلام المسبق للسكن المستفيدين كما أن استكمال مرحلة الاختيار الإلكتروني تعتبر أهم من مسألة دفع الشطر الثاني من ثمن المسكن ربما يعتقد البعض أن عدم دفع الشطر الثاني يعدي عدم التسجيل رسميا في البرنامج وهذا خطأ يقول الوزير لأن قبول ملف السكن في المرة الأولى يعني التسجيل الرسمي للمستفيد في البرنامج إلا إذا كشفت التحريات الخاصة بتقديم شهادة السلبية أن المستفيد المعني يمتلك مسكنا أخر إذن مشاهدين كانت هذه إطلالة موسعة في مختلف مجاة في صحفنا الصادرة نهار اليوم الأحد في الأخير فقط نحاول أن نقرأ عليكم بعض من الأخبار الرياضية من جريدة النصر الخضر بخطة هجومية في مواجهة منتخب لزوتو المجهول في تصفيات كأس أمم إفريقيا سيكون المنتخب الوطني ظاهرة اليوم على محاكة حقيقية على درب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 بلغابون من خلال حلوله ضيفا على منتخب لزوتو في مقابلة لا تقبل نقاطها القسمة على اتنين بالنظر لجملة من المعطيات أبرزها على الناخب الوطني كريستيان غوركوف على مد خطوة يراهن على مد خطوة إضافية باتجاه المونديل الإفريقي بالغابون كذلك نقرأ عليكم من جريدة النهار مصطفى بيراف رئيس اللجنة الأولمبية للنهار بوتفليقة سيرأس لجنة تحضير ألعاب البحر المتوسط بوهران نعم هذا فيما يخص الرياضة لنهار اليوم وفيما يخص كذلك معرض الصحافة التفصيلي وبهذا إذن نصل بكم إلى ختام برنامج قهو جورنال لنهار اليوم على أمل اللقاء بكم في فرصة أخرى إن شاء الله يوم طيب للجميع السلام عليكم